شكر و حمد نعم من الأشياء يوم من الأيام كنا أنا وهاني في جدة أمشي أنا وياه إبراهيم وبعض الشباب قاعد نمشي في ممشعة طبيعي جداً ما فيني أي شيء رجعنا اليوم الثاني كان عندنا سفرة للرياض صار بعض المواقف في الطريق كانوا الشباب يقولوا شفيك ما الوضع عادي مشى كنت سوق أنا كان سوق إبراهيم كنت سوق قال إبراهيم هد السرعة ترى فيه ساهر قاعد يصيدنا من أول ساهر عندنا اللي هو الكاميرا الكاميرا الرادور الرادور وكتقول لك تقول بلا استهبال أنا سيارتي فالمخالفات بتجي علينا تقولوا بلا استهبال ترى مخالفات يعني ما هد كان يقول هاني يلتفت علي قال لا ما ما صادنا شيء كنت سكوا تقول وش فيه ايش اللي قاعد أشوف هذا وكان يقول فيه فلاشة صادقنا فلاشة فيه فلاشة وما فيه فلاشة نهائي وصلنا الرياض عشان تعرف نعم الله عز وجل عليك وأنه لما تسلب نعمة من نعم الله عز وجل أنت عبد ضعيف أمام قدرة الله عز وجل سبحانه نمت قمت ما أشوف اللي جنبي ما أشوف ظلام دامس ما أشوف شيء قعد تقريبا شهرين أو أكثر من شهرين يا جماعة أخاف أمشي أطيح أخاف آكل يكون حار لدرجة أني وصلت لمرحل مراحل أني ما أبغل لسندوتشات سندوتش عشان أمسكوه عارف عارف أنه هذا سندوتش خلاص نفسية ضربت مهما حاولت أني أضحك مع الناس عيالك هلا عيالك أولادك بناتي يعني لما تجي أبغل عب معهم أبغل ما أنا قادر يجيني يجيني الصغار يسأل مين هذا ما أدري منه أنا أنتظر يتكلم عشان أعرف منه فلذلك هذه النعمة البسيطة التي سلبها الله عز وجل والله يا جماعة كنت أقول بعدما الحمد لله مكان الحمد والشكر جاءت بعض العمليات ومنى الله عز وجل عليه فله الحمد والشكر أن أنارهم كما أطفاءهم سبحانه الحمد لله فقعد أقول قلت يا أخي اللي عايشين حياتهم كلهم على هذا الشي على يعني فقدان نعمة البصر كيف عايشين كيف يعني أنا وقتها بغيت أموت من القهر ومن الغبن وهذا وقت ما أوضح لحد شيء هذول مبسوطين مرتاحين فلذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أفقده الله حبيبته أعوضهم بهم الجنة فهذا من نعم الله عز وجل فلذلك ترى نعم الله عز وجل لما تسلب منك والله من أضعف الأوقات التي تكون فيها حينما تسلب منك نعمة الله عز وجل فبالشكر كما ذكر هاني بدأت الحلقة تدوم النعم أشكر الله عز وجل من ضمن الأشياء ذكره إبراهيم الإخراج أجلكم الله وأكرمكم جهاز هضمي كامل جعل الله عز وجل فيك منظم مرتب ما تشعر بأي شيء أنت اللي عليك أنت الكرامة تجلس بس ما تشعر بأي شيء اشتركوا في القناة